أيها الحبور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا منكم في هذه المحاضرة الطيبة التي نتمنى أن تنال اتمامكم وأن تفاعلوها بالأسئلة العميقة التي تتعلق بصب الموضوع وليس بخارجه أو بأطرافه الأستاذ عبدالصاحب الشاكري معروف لديكم فهو ناشر وصناعي ويتوفر على خبرات كثيرة يقتبسها من خلال عمله على مدى ستين عاما زار فيها عددا كبيرا من الدول والتقى بأناس من شعوب مختلفة وقد جمع هذه الخبرات المهنية والعلمية والاجتماعية والثقافية وفي هذا اليوم سيصبها في هذه المحاضرة التي تتحدث عن فواته الحوار عن منافع الحوار عن أنواع الحوارات وطريقتها في إثراء ذهن الكائن البشري أيا كان هذا عربيا فراقيا إسلاميا أم أوروبيا إذن سوف نقدمه في هذا الإطار الصناعي والثقافي هناك ثلاث مجلات رئيسة أصدرها خلال حياته وهذه المجلات قد عرضناها أسفل الطاولة وهي كالآتي مجلة الهداء وهي مجلة متخصصة لها علاقة بالجانب المهني الصناعي والمجلة الثانية هي مجلة الرداء وتتعلق بالغزل والنتيج وما إلى ذلك والمجلة الثالثة عن السياح الإسلامية وهذه المجلات بعضها صدر بلغتين العربية والإنجليزية والبعض الآخر صدر بخمس لغات الإنجليزية الفرنسية الإسبانية الألمانية وهكذا إذن هذه المجلات حقيقة على قدر كبير من الأهمية المحاضرة اسمها آثاء الحوار النافع هذا في الجانب الصناعي أما في الجانب الثقافي أضر الأستاذ الشاكري أربعة كتب مهمة وقد وضعناها هنا وبعضكم قرأ عنوينها الكتاب الأول هو الحبادات المالية في الإسلام الكتاب الثاني هو الجهاد الإنساني في الإسلام والكتاب الثالث قد يكون مختلف ولكنه مأخوذ من تجربته العملية آفاق السياحة من أجل السلام العالمي والكتاب الرابع هو أرقامنا العربية هذه المحاضرة يعني استوحاها حقيقة من محاضرة سابقة للسيد الفقيه أحسين الصدر أدعوكم للترحيب بالأستاذ عبدالصاحل الشاكري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم нения «إني اكونati نا خلقناكم، بكون ذلك عن الارضى و جعلناكم شعوباً وقباياً لتعرفوا أكلم Standard وإنا أكرمكم علوانجم الله أمدقاكم أن الله آليما خبير tone هذا هو المفتاح التحور هذه النقleة المكعلومة ل Además عن الحوار الإنساني الحوار مع الآخر لا عن الآخر من أجل فهمة،ladım من أجل كبيري لا يسعني عن أصف مشاعري واهتمامي خلاله وبعد كلمة السماحة آية الله الفقهة وعلامة سيد حسين الصدر قدام الله لأنوان الحوار مع الآخر من أجل فهمه لا من أجل طبيعيه والآيات الكلمة التي استدل بها حيث أخذت مني لأستذكر وأستمهم من ضوئها وأستعرض مصير حياتها المهنية والعلمية والإنسانية عبر ما يزيد على الستين عاماً لدول مشعوب عديدة وفقنا الله لزيارتها والأقامة فيها لمتابعة طلبات أعمالية الصناعية لقد دخلت كلمة الحوار قاموز كلماته بعد حضور تلك المدوة فلا تذكر أني استعملتها يوماً رغم أنني قد مارستها كثيراً والآن لا بد أن أردد استعمال لها لأنها المحور في حواري هذا هذه الليلة لقد مكنتني الحوارات المتنوعة التي قمت بها في سفري وتواصلي مع الآخرين من تطوير نفسي علمياً واجتماعياً وتقافير أميانياً وإنسانياً رغم أنني لم أحبب التحصيل الدراسي الرسمي المتعارف عليه يعني حتى ولا بدأي عليهم وأحمد الله الذي مد في عمري وصحتي لأتمكن من المقابل من نفع الناس سواء بمنتجات الصناعية أو بالأيدي العاملة التي وفقت لتشغيلها والتي جاوزت في بطرة من فترات الألف عامل وعاملهم واكتسوا خلالها الخبرات ووفق الكثير منهم لتأسيس مشاريعهم خاصة في موابعها أو أبرى الأحمد موابعها وحتى يعني أصبحوا من دوائر وصلوا إلى مراكز عالية لدن بعد أو عبر الأعمال الخيرية الإنسانية المؤسساتية التي وفقت وفقني الله مع نخبة خيرة لتأسيسها والعمل من خلالها لخدمة وقتل الشراحي المجتمع منطبقاً من مبدأ خير الناس من نفع الناس وهكذا كان مبدأ في إصدار المجتمعات العلمية المهنية حتى أفيد أكبر قسم من الناس يعني لأنه اليوم يعني العلم هو أهم شيء سأقدمها للآخرين وطبعاً هذا تقدمها عملي الحواب يمكنني أن ألخص المراحل التي جرت فيها سفراتي ومتبعها من نتائج الحوارات النافعة بهاتي المرحلة الأولى من حياتي مرحلة اكتساب العلم الصناعية ليجل تطوير المعامل والإنتاج الصناعي ونغلها إلى الآخرين اتسمت هذه المرحلة بالزيانة أغلى الدول الأوروبا والحظوم متواصف في المعتبرات والمعارض الصناعية المتحصصة فضلاً عن الدورات التدريبية على مختلف رسائل الإنتاج الحديثة ونظم تسهيل الأعمال المتعلقة بها في الأشهر معامل العالم مثل شركة باريا السويسرية وسلماندر الألمانية موضات فرنسا وكلاكا البلطانية والعشرات الأخرى العشرات الأخرى منها ومن المعامل الصناعية الأخص المتعلقة بالمكان والمواد الداخلة لهذه الصناعة والصناعات الأخرى وهذه كلها معامل مثلاً كبيرة هذه وصغيراً متخصصة جداً في إنتاج المواد التصنيم أو عدة التصنيم وكذلك المواد الأولية مثل شين من الشركات الكوبرا الدولية أيضاً هذي كان أبنى علاقة بها لأنه كنا نستوي منهم المطاط الخام بالأطنان بالمياة الأطنان طبعاً هذي كلها الأعمال بها يعني المحاورات يعني هذي الأعمال متل فيها من جلبة قلم أو كلام من كلامهم يعني التحاول وغالباً ما هيكون التحاول مع هذي المؤسسات مع هذي الشركات هو تحاول وقت جزئي حوال الحمد وخمسين من ميات أو أستين من ميات أو أسبوعين من ميات يكون قضايا عامة ويبحثها مع السماعيين ومع الآخرين ومع الآخرين مرحلة العطاء العلمي والفقافي مرحلة الصناعية طبعاً اللي هي تخللتها كلها المعارض والدولية والمعارض هو المعارض ندوة من الواسطة كل ستانب لازم توقفها تناقش وتطلع على المنهوج وعلى الفواكه وإلى آخرين وهذه هذي العوالم اللي عشتها يعني أنا ميتك معها مع الصناعة في البلطانيا وكا حتى أحد البلطانيين قال إنهم المعارضة اللي ما عشوا بيشتهاكة اللي أترى ما موجود هذا أصبحت جزر أنا من الصناعة من راحية من قطع حدث هذه الصناعة وطبعاً بالنسبة لي صناعة الأحياء كل العلم تدخل في صناعة الأحياء وكل العلم تدخل في صناعة الأحياء لأنهم يجب تستعمل هذا المحلال المتغيين اللي هو حجم المحدد شغل تغييرات بها من حيث المواد التكنولوجية هذي فكلها أنا أندي مقالات بها يعني المراحل لأهميتها طبعاً حتى وصل إلى درجة أن أصبح ببرلمات ببرلمات الأوروبية يعني كمسألة ببرلمات وكذلك 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 يأخذ قرارات نوع نجي هذه المرحلة الصناعية عندما أتكلم عنها ما إلا كفيها فنرجع نجي إلى مرحلة القضاء العلمي والثقافي أول مقال أكتبتها أنا في مجالة الصناعة انتحاد الصناعات العراقي هو البنغل البنغل بنغل أفكار الصناعية لأن كان يصير عندي أفكار كثيرة وملفات كثيرة لمشاريع صغيرة لأنني مقدر أحصل أخلال زيت زياراتي وكان عندي الشركة بالمعمل دواليم مليانة كلها مشاريع جاهزة من الـ A to Z بالفرش الأسنان إلى المعجون الأسنان إلى كل شيء حتى المعامل اللي سوتها تأتي لأربع معامل معامل خاص بالقوالب الأول معامل بشكل أبسطس بالقوالب الأحدي عادة المنهاري طبعا نسونا من البلاستيك عادة المخشب بعد المعمل الآخر بالمواد الكيميائوية السموغ والمواد الكيميائوية تدخل في صناعات الأحدي والمعمل الثالث اللي أشنطر اللي أحسنها وأشطة التزيين وغيرها وهذه المعامل كلها تغذي الصناعات يعني كانت خبتي أنه لي أنت تزوج بيها حتى إذا ما حنيت أشيبي لوسياري والقالب والأخي والدولي كانت بصناعات كبيرة يعني وعلى مستوى العالمي والحمد الله بشكل يعني وفوقت من وراء وكان منظوري هو أشكت أربح وكيف أكسب كنت يعني فقط أعمل وأعمل وأعمل وفق يعني هذه وهو رزق مرحلة مرحلة العضاء العلمي بعد ما جئت إلى بندن استقررت هناك من وكان استقراري في لندن القضية الصحية أنها صار عندي فنبوش نتيجة عملية وكتخفر جداً وطررت أن فترة أستشفى شهرين وأكثر في أمانيا وبعدين يعني شكت نفسي أن أنا أعجز أن أواصل وطررت أن أجي إلى أعيش في الكشتر وأدين معاملين من بعض فهذي فجرة أنه ولد نايم برفو عش حد يعني قلت فكري واجتي بأسي أن أكتب عن خفراتي بالحضاء وأصدرت مجلة الحضاء كنت أقرأني مجلات الألمانية والإيطالية والإنجليزية وكان تلك التاريخ أن كل مجلة المهنية هي محلية لغةً وموضوعًا تهتم بالصناعة المحلية لما جتي دخلت مجلة الحضاء أنها حضاء أصبح بالمعالم الدولية فنطلت صناعة الأحدية من المحلية إلى العولانة يعني الماكنات والآلات واللغة والشيء والآلات أتكلم منها فهذه هي مرحلة العضاء في النجلة مرحلة العضاء العلم الثقافي وذلك هو مجل مجموعة من مجلات المهنية متخصصة والكتب في نجلة الحضاء وهي مجلة مهنية دولية متخصصة تعني بصماعة الجلدية وصدرت وصدرت نسعة المبتكرة اجتملت اللغتين العربية والممليزية في كل حدد للوصول لأكبر حدد من المقرات إيماننا نرقائنا بها بمبدال الحدد يعني الحدد كانت هي رسالة رسالة يعني نور العالم عن ما يدور في العالم العربي لأنه اللغة العربية وعرف العرب بما يدور علوم وتكنولوجيا إلى عالمنا طبعا التعليقات لا يتحد ولا يتحد الأخ هو أحد معلقين عليه لتصرف يعني وناقي تحلقات كثيرة على الموضوع مجل الحذاء وإنكتون به الموضوع فهذه وخدمتنا للغرض النافع الذي صدرت من أجله وكان لها دور كبير في نقر هذه الصناعة من المحلية لا فاطل حول من واستمر صدورها عشاء سلام عليكم تزامن مع هذا الأصدار مجلة الأخرى هي مجلة الرداء التي تقصصت بالغزل والنسيج والمنارس وتميزت بنفس النهج الذي صارت عليه المجلة الأولى بالحرص على إيصال المعلومات النافعة والتواصل مع الآخرين بالمغتين العربية والإنجليزية بالمغتين الهدف أولاً هناك تقارب كثيرة من الصناعة الأحلية وصناعة البلالس هي التوير والتوير ومع كل العالم وحبورنا كان بارز وكل ما كان من حقنا العربية وعلى أفضل وكل الشخصيات العربية التي تجد من وزراء من رأي كان يجون إلى المللقة طبعاً وقفته هذه بعد ما أنه شوية صناعة مرتبت من أوروبا إلى آسيا بدأت الصين بدأت تنزل عالم قبل الصين كانت دون نازلية أخرى وبدأت الصين طبعاً 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 صوت أهمية لماكنة الخياطة طبعاً شعار ماكنة الخياطة خيرو قالت من أنتجة الناس يعني فعلاً هي الشوف بدأت هي من فجل في المعطور في المال تسيّر إلكترونياً وبالإضافة إلى هذا أنه ماكنة الخياطة يعني الفقيري إيش عليه كعالباردو كان يصليحه بأمان أو المرأة من بيها تسترزم بيها بالإضافة إلى هذه ماكنة الخياطة الغبي يزعو بالمرابس والبراوعة منتوجها وأضيف الله الصين غزت العالم كلها بماكنة الخياطة غزت العالم اقتصاداً من الصين كل من الوقت وقف على الجنية بسم الماكنة الخياطة المنتجات التي صدرتها الصين إلى العالم حتى هنا أسواقنا من الأحق كلها تعتمدها بماكنة الخياطة منتوجنا كما تعتمدها فهذه هي أشياء تبرز أمامي أبرزها يعني بعدين لما مشغل أي حقيقة تعم يعني ثلاث سنوات بس مددتها لعشر سنوات فعشر سنوات سددت يعني وصرفت علي ثنياً ثلاث ملايين بعمر فعيش الله هذا أرسلها للعالم كلها وحضر معه وكلها ومحررين والآخرين وقفتها هذه طلعت فترة بدون مجلة ففكرت أنا صدر دكتور البروفيس الموضور ففكرت إن ما أسوي ما مرجع الموزوع عن السياح ما أدخل بالنشر المجلة وقد داء سنتي شهر أشتغر على سوريا مبسط لأهمها فقلت رجع لي مجلة أحسن مجلة مجلة السياح بسنا وطلعت على المرة بلغتين عشون جرت رجلي وراها اللغة الأرمانيين لأنه يعرف أرماني وراها بعدين فرنسي لأنه بالمغرب والمغرب العربية كله يتكلم فرنسي وراها يمعق إسباني همنا إسباني همنا مثل أمريكا والراتينية وكذا فأينا منطلعت اللغة إسبانية طبعاً العربية إسبانية عربية إسبانية عربية ميليزية عربية وبدو دعنا فهال هي أخذت دور بالعالم من كلها طبعاً كل مجمعي لما أدى حضور جولي بالمعارض والمؤتمرات فإلا الأهمية لأنه تبطي فكر جديد يعني يعني الصحافة العالمية المهنية حلقة كتبت تعمل هذه وغير المهنية طبعاً أيضاً الثقافية والسياسية لا تكون وغير المهنية من الهنية وغير المعارضة كان تكتب تأخذ مقارات من هذا الموضوع مثل ما كانت كنتينيشة ثنين لعبين دور كذا لحد هارو الهدع السياحة الإسلامية لعبة دور كدينة يعني لأن لعبة دور كبير نقلت السياحة من السياحة فالتاهمة إلى السياحة المرتزمة من السياحة الفرطانة إلى السياحة المرتزمة وهناك سياحات أصبحت كثيرة سياحة المباعدة تسمية كثيرة ولكن أخلط المعارض الدولية تسمية مؤتمراتها ومعارضها باسم السياحة لا تقيم ليس سياحة نحن نعرف كما السياحة كما مظهرها على المجتمعات وعلى الدول التي تدخلها وهذه أصبح قيم وعي ليس نتيجة السياحة الإسلامية كلمة الإسلامية نحن طبعاً ما نقولك شما الإسلام؟ مابي سياحة مابي سياحة سياحة السياحة المستزمة بالقيم الإنسانية بالقيم الإسلامية بالقيم العائلية والقيم الإسلامية يعني هذه هذه أنواع السياحة التي نقومها منخل بأي شي سادئ فطبعاً هذا موضوع أيضاً طويل إرادة بحرين كامل فاتسبت هذه المنطبوعات وشاركت في معظم المعارضة العالمية المتخصصة في آسيا في أوروبا في السياحة كل مكان المتخصصة في حقول كل منها وتصدر كل هذا الافتتاحية للمعشر أنا جد أكتبها من الافتتاحيات الكثيرة وقصة من أدها بعض الأخرى أيضاً من دكتور فخر قدوني اشتعلم معي عن حذاء كان يكتب أيضاً نسانة جوعة يذكر دكتور جواد شوبارك أيضاً يعمل مع المنجلات هذه وكثيرين يعني يعني كفاءات هذه الافتتاحية ولكن كل افتتاحية هي أفوق من أفلاق الحوار يعني كل موضوع ومن الصدف أن يومنتي كانت تدوره بالجوجل ألاحة الشراكة قديدة وإذا أربعين من أربعين موضوع جوجل يناقش مواضيع التي نطرحها وعليها مناقشات حادة ومنبر صاري الحوار كامل فهذه هي الأسعادية طاعتين المنتخصة في حقه التي كانت بمثابة كحوث عمل وأفاق البناء والأعمال التي تصددها أصدرت في هذه الفترة أيضا قدة كتب هي كتاب الإبادات المالية في الإسلام وكتاب الجهاد الإنساني في الإسلام وكتاب السياحة من أجل السلام العالمي وكتاب أرقامنا العربية وكتاب أعفاق الصناعة التي لم يكن لن أخذها من عندي أتأمل وما ذكرها يعني لن نسخة محاجزة واحدة وقيد عندي بالإبادات وغير مكان شارك من جنج فهذا انتبع كذكرى وهو على كل أعلم خير إن شاء الله اصدرت في هذه الفترة ايضاً عدة كتب هي كتابة هذه اذكرناها وضمنت هذه الكتب رغم احتلاء مواضيعها كثير من فقرات الحوار والتواصل الإنساني بين الشعوب والأمر من أجل تحقيق المنفعة والمتبادلة وتحقيقاً للأمن والسنة المجتمعي الذي يعود من خي وغفاهية للجميع طبعاً في كل هذه الكتب وفي كل هذه ما كان مندي فكرة طيقة العلم هو مفتاح حياتك تضمن هذه الكتب رغم اختلاق مواضيعها الكثير من فقرات الحوار والتواصل الإنساني بين الشعوب والأمم من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة وتحقيقاً للأمن والسن المجتمعي الذي يعود بالخير والرفاهية للجميع أبواب الحوارات النافعة قواعد الحوار مع الآخر من أجل فهمه لا من أجل تغييره وسائل الحوار آفاق الحوارات النافعة ممادج الحوارات عابرة في مسيرته منافع الحوار قواعد الحوار أغنانا سماح السيد الصدر أدام الله أدام الله غله في هذه الباب من خلال يعني أقصد قواعد الحوار من خلال أن الحوار يدور حول فهم الآخر وليس من الآخر وفي تحديثي لنتائج هذا الفهم هو الاستفادة مما عند الآخر من فهمه ومعرفه وتجاره ربما أنتفع بها ولا أقدم لوجه النظري أن تكون هناك استجادة ما من طرف الحوار أو أحدهما على الأقل أو الشيء التي مثلها يعني هو مثل شركة أو بث الجموعة أو أي شيء ثانيا وسائل الحوار تطورت وسائل الحوار بشكل كبير خلال الأقود القليلة الماضية فبعد النقلة النوعية التي أحدثها استخدام الهاتف الأرضي والراديو والتلفاز بالطريقة التي يتواصل التحاول بهالناس مرز عصر الفضائيات والهاتف النقال والكمبيوتر والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وكان لها ذو كبير في الحراك الاجتماعي والسياسي مثل ما نراه هذه الأيام فيما يعرف بثورات الربيع العالمي أي مكان تقييمنا أي مكان تقييمنا تجاهها وقد كان لهذه الوسائل الحوارية الدول كبير في تحقيق أعداد كبيرة من الناس بتحقيق غاية معينة ولن يعد المشترك في هذه المواقع يمارس دور المتلقي السنبي كالمشاهد شاشة الفاسق فلأخذيش آلة الفاعلية في سنة ونقل الخبر المصور ويحقق التفاعل المتبادل مع الآخرين يعني هذه كل ما نعرض بها المؤساء الحديثة للتواصل أن الفقرة التي نحب أن نشدد عليها هي التأكيد على ما ورده من النقطة الأولى من أن الحوار هو لأجل فهم الآخر والخروج من النفع المتبادل من هذا التقاطل من هذا التفاعل حبر الحوار هو ما يمكن برأينا ونحتبره هو وسيلة الكبح والنجمة لهذا الكم الهائل من التواصل السريع والبعيد والبعيد في ناس الوقت والذي جعل العالم طريقة صغيرة ونجعل هذا التواصل ونجعل هذا التواصل إيجابياً بدل من أن يكون سلمياً وربا قائلاً أن هذا التواصل البعيد بين المتحاولين لا يمكن أن يوادي في الاحتكاك المباشر بينهما أكسر التحاول بين أطرفين عن قلب وحنطر أي يعني أنه من بعيشين ومتحاول فضل سوجتي وبنتي أول مرة يحضرهم يمتدون من الدراج يانا 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 أرحب بكم خير تحيط شكراً 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 ciel urate شكراً 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 إلا سطح على sounds في السياحة بالمدارة الكباسات مثل السياحية أو يسوي سفرات مثل الويكيندان أو يسوي سفرات إلى خارج باريس والألوار أو نورلندية أو كذا يعني أوروبا نقولها زائرة سياحيا أفضل ولهذا ولهذا نبعث فكرة أن نصدر مجلة السياحة لأنهم شبع السياحة الاقتصادية المهنية الاجتماعية للحضارية الأخرى مثلاً لما أنا بدأت أسوي سوية المجلة جدت أروح بصفات سياحية يعني يجي القاعد في الدليل السياحي فوقفنا بالشارك في المسافة نس كيلومترية نقول داق الشبع شوفها داق الشبع لا هذا لأن مثلاً تسمى أحد المسلئين باخ أو تطلب من هذا الشبع وإحنا وإحنا بالإسلام يعني من الدول الإسلامية قد نعطها وعندها 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 ليش هذه المحفية؟ فهذا كان من هدف من الدخول في السياحة الإسلامية وعندها 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 نحن نحن نقض الحوار في اللغات الأخرى التي لابد للإنسان من أن يتعلم ثم يغنيها بالحوار يقول الشاعر بقدر نغات المرئيب فنفعه فتلك له وعند المنمات أعوانه تهافت إلى حفظ النغات مجاهداً وكل لسان في الحقيقة الإنسان فهذه رجل النص ويختلف عن هذا في مأحة النوع الإنجليزية في البغداد في مأحة الوطنية طبعاً أنا كنت أشتغل محن الأحبية وأبيع وأشتغل كده وأدفر في مأحة الأمريكية كبال الصفافير في مراب أشيت وأدفر وأدفر أدفر ساحة زمان أتعلم من الإنجليزي وأرجع إلى المحن الأحلي وأدير شعري بالمحن هالشكل علمت الموقات وإلى أخرى إقوان ألمانية وغيرها إذن خلال المعهد اللغة ويجد أن مدخم المعهد ألمانيا كوتان استيتوت في ناس الوقت كنت أدرس إنجليزي من المعهد وفراهي معكم فوق بأنه النهار نقول بالمعهد فطلت عندي صفرات طويلة كانت في ألمانيا صفرات طويلة عشرة 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 كانت فطلت نماذج حوارات عابرة في مسيرتي يعني هذه العابرة تسعفني الذاكرة ليأذكر لكم على المخططات الحرارية العابرة في مسيرتي جاء في مجلة عالم الإدارة في باب الحكم والمواعظ أن أفضل ما يمتلك للإنسان الخبرات أفضل ما يمتلك للإنسان أن تكونكم الآن كنوز من الخبرات إلا أنه لا يستطيع في آخر أمهل استفادة منها فأرسلت لهم معلقة ونشوع أيضاً بجلة عالم الإدارة فأرسلت لهم معلقة ونشوعا أيضاً في مجلة عالم الإدارة فليبادل وليعرّف الآخرين ليستفادهم عنهم فهذه من هذا المنطلق حقيقة أنا يعني أعتبر هذه بإمداد حقاتي أن أطرحنا كتبت على شيئ ما هذا فمن هذا المنطلق أنا أعتبر أن الفائدة هي مملك الإنسان يعني العلوم لازم نشرحها من هذا المنطلق نشفى العلوم لفائدة الإنسان أي المعركة بعد فضل الدكتور عدم فهذه هي الرسالة للإنسانية يجب أن يفتع بها خلال أحد المعارض التكنولوجيا الأحدية في المدينة البلمسلس الألمانية هذه طبعاً أقول المدينة البلمسلسية قمة التكنولوجيا يبدأ من المعركة قال لمصنع أمريكي لبعض الآلات التصنيع الأحدية أصبح من مقدورنا بكل فخر أن نشغل المعامل الأحدية أبر القارات أبر القارات عن طريقة كيفية الكمبيوتر والتواصل طبعاً أنا أتحدث هذا الأقل قلت له نعم ولكنكم تبتعدون كثيرة من الأقدام قال أم ماذا نتعلم؟ هو رأي فلسفي أم علمي؟ قلت له بل هو علمي حيث أن كل زوج حذاء له خصوصية أكثر من صاحبين يطلب أن تتوفر فيه كثير من المعاصبات التي لا تتوفر من أثيرها القياسات الشكل اللون المصلم والمعاثبات وغيرها وغيرها من المعاصبات من تعلق بكل زوج حذاء فهو ما ممكن أن تتجي تبيعها ومو كوكولا أو كذا أو شي هذا أنا كان مدرستي ذاك الوقت خلال مجلتي والنقاشات طوماس باتا نفسه كان مدرستي هي مدرسة يعني مجلس يعني توصى وعندي اختراق وسجل في أوروبا في برطانيا في أوروبا بالاختراع السجل دخلت السجل من المختراعين أيضا فإذاً هذا موضوع بعدين نجي دخلت مرة على مجموعة من الصناعيين من الأوربيين ما عارض حلقات وكفون كبار الصناعيين وعفون كذا القسم أكثر من عفون يعني فبعض منهم ما كان يعرفون فدخلت مرة على مجموعة من الصناعيين الأوروبيين الواقفين للتحاول فيما بينهم في ماء المسبوع الجلد في باريس وحاولت تعريفهم على مجلة الحذاء للذين لم يعرفوها فقال أحدهم بنبرة حادة إنك تسرق تكنولوجيتنا وتنقلها إلى بلادكم عن طريق هذه المجلة فأجبته بهدو وبريبت سامة وقلت بأن الحضارة الإنسانية بدأت في بلدنا ولن تردح في تقدميكم فكان هناك أنواع مما يحتضى به أي هناك تكنولوجيا وعلوم ومهنة السنة فكان واحد تونسي يهودي وصناعي أيضا في فاريس وكذا فقام صفوقي برافو استرشاكري برافو تحمس لهذا المجلة وبعدين كنت تمشى في شارع يومنا مع صديق في شارع فالتقي بالصديق له أخذي حاوره في المواضيع مختلفة وتدخلت ببعض ملاحظاتي فقال الذي ألتقينا به يظهر حضرتك صحفي قلت له أنا ناشر لمجلة الحضارة ويظهر أنه لم ينتبه لإسم المجلة فسألني بأي اتجاه هذه المجلة تسير فقلت له تسير في كل الاتجاهات فقال هل هي المجلة فأخذت له أن الحضار هو يسير في كل الاتجاهات وهناك كثير من التعليقات من أول واحدة حتى أبعدها كل يوم نأشغل المقال حول الحضارة الحضارة مقاصمة طبورية كان في المستانير هو أمشي أشهر الحضارة أمشي أشهر الحضارة مثل ما واحد يقول يقول لي كما شوف أقلوب الحضارة ألقي صوتك بي هو يقصد العجلة والآخر رئيسة حادث الغرف العربية المريطانية اليوم تم جلات وكلاشي يقول والله الحضارة على رأسي فأقلي هاي فهذه اللغة هذه ما تبتع بيها خامسا المنافع الحوار المنافع عوار لا تقعد ولا تحصى ولولا الحوار والتواصل ذكري بين البشر لما بنيت وتطورت الحضارات والعلوم والمعارف والمنجزات القائمة على البناء المعرفي المتراكم نذكر هنا بعض المنافع خروج الإنسان من وحدته وذاته الحوار الإنساني لكافة مجالات الحياة التطوعية لأن الأسر المتعرفة خاصة لعانة الأسر المتعرفة خاصة من ذو الإيتام والعوق والمرض والمسلم وقد أصبح هذا القطاع قطاعاً اقتصادياً ثالثة في بريطانيا في بريطانيا يدعم الاقتصاد جنباً إلى جنب مع القطاع العام والقطاع الخاص أي قطاع الدولة التي تتعامل بكل مجالات هذا القطاع لأنه أعتبره بريطانياً أو بريطانياً أو بريطانياً أعتبره وأصبح له علوم وقواعد وقوانين وتنظمه وترعاه في كل مجالات تسييره ونشله بين الأفراد والجهاد والمجتمعات المانح له وبين الجهات المنتفعة الحبارات الإرشادية التطوعية التي تقود الإنسان إلى الهداية والاستقامة والتطور والعلوم النافع لم يكن له مرشداً يرشده في عمله لخيره وخير أسرته ومجتمعه ابني ألان حيدر الواقع ليتجول مسؤول عن ست دول لسف متجد الكراس مالتن فكلمة واحدة هو إرشاد وتقومون مؤسسة كلها وتنظر ثقافة الإرشاد في الإرشاد التي تطلع من العمل أو البادئ بالعمل الشباب بالذات تربطها مع الإنجال الناسية يعني يصيرها بربط حادثة تطوعي مو فائدة وكتش فيكون هناك إلى مرشد ومرشد مدينة الإنجليزية يسمى المنطور 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 هذي أصبحت هذي مخصصيها بريطانيا مخصصة مليونين باون سترليني في سبيل المشر هذي ست دول والآن هو في المغرب ومالآبتون عند الدول التي يحضر يرقيها إنه هو يعني محاضر مقضاء الإدارة والتطوير الإداري يعني عند الدول العربية اللغة العربية سعادتان أصلا شيء يعني يعني العرب العربية فهذه الحوارات الأشياءة الهائية الأشياءة هذا أيضا شيء مهم جدا لتطوير البشرية الشعارات والحكم التي أطلقتها وجعلت منها مبادئ اعتمد عليها في عملية ومسيرة حياتي يعني الله والأفكار هذه من واحد من الشعارات إذا كان الكلام من فضة كيف مهم تستطيع أن تتعلم؟ لا في الكتابة تتعلم لا تستطيع أن تتعلم لا شيء الكتابة قلافة وزنها ولو أحي تبلغها ماتي منزول عندما ثانيا عندما أطلب أي عمل علمي أو أي شيء يعني من الشخص من أي شخص أقول له لا تحتوى براء ومشكلة لأنه هي فرصة للتعلم فعندي الأهل اللي أعتيم في براء نوميا أنا جاية بليستر وملاحظات على الموقع وشو بسرمين كتابة شيء فأدونا أعلم فيه وما يكون عندك فراغ يقول لي ما عندك فراثة أخرى تطيني أو مشاعب الأخرى ثالثا هناك صدق كثير في كل المجتمعات يعني مثل هذا الفكر فعندية المغربة يعني الناس تصدق ولكن ما أقول ثقة لنا الثقة شيء والصدق شيء الآن العراق واقع بهذه المشكلة الكبر يعني هناك صدق كثير والعراقين صادقين وإحنا ده نمسا قتيجة عملنا من الممرض الشاكري أنه هناك إخلاص هناك صدق هناك تضحية هناك إقبال هناك عمل تنسى الشرم وناس طيبين لكن بيحرغون لأنه يعني شؤلة لو جوهرة من الثقة من فقدته لهذا السبب الثقة زر الثقة هذا بالإهتمام بالثقة فنعم هناك صدق كثير في كل المجتمعات لأن بعضها يفتقد للثقة يفتقد الثقة ثق في الآخر حتى وان خدعت مرة ومرتين أو ظلم أن لا تثق وتفق عليك الفرص وهذه هي سياستي وان خداعتك فيهم وصرتك فيهم وكذا ولكن لازلت أن أتبت يكون إنساء ولا ألو من الإنسان اللي يسيئ إليه فأقول هذا اللي يسيئ إليه يعني أو هذه أما هو يعني ضيع صورة هذا لناس يعني هذه وأما أنا خطعان أستفى استحق إذا إذا يعني 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 فهذه هي المبادئ اللي عشت عليها أنا خلال عملي وحياتي رابعاً كان أسراري دائماً على اعتمال أرقامنا العربية وليس الهندية التي تستعمل في دول الشرق الأوسط العربية الأوسط العربية والتمدى في كل نشراتي وكتبي شون أجدت هذه الفكرة لأنه المجلات اللي أصدرها هو مجلة مهانية فالمجلة مهانية فالمجلة مهانية أجي أنا أكرر أرقام موضوع نفسه عند أشركة هو مبتكر هذه المجلة من أول يوم يعني تنصروا أنه لا السياحة 900 أقول حكي فهي أكثر أبتكاراً الأرقام العديسية الزوجية للصفحات هي النغة الإنجليزية يعني تجي هالصفح كلها عربي 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 تجي من هالصفح كلها نغازية الإنجليزية والصور نفس الصور والأرقام مثل الأرقام فالأرقام العربية هي أنا شاهد أنه بلت معنا ذن لغة العربية أستعمل هذا ببقم لأنه هي جداولة أكثرها جداولة الموحدة في المواضيع المشتركة للغتين. اللغة العربية هذه لغة العصف، لغة الكمبيوتر، لغتنا المهندية المستقبل في الشهر الأوسط هي مضيعة لأنها متعرفة صفر، متعرفة نقاط، متعرفة فهذه يعني سينما في الخاصة والأولى والآخرين. اللي هاد سوينا شد أنيكم يعني ولكن لأسف ما حد أتمنىها. وعني ما عندي وقت حد أتمنى يعني الموضوع. هذا يعني كان أجمل شي عندي يعني ذلك جهد كبير حتى أروح لغة القلمة العربية، لغة التاريخ، بخليت لغة من اللغة حتى اليوم تسعين بالمئة، أخذ شعر، تسعين بالمئة من دول العالم تستعمل اللغة التاريخ، يعني الهند وحاكستان، كلهم يعني جازوا من أطعامهم هادي اللاتينيين، هادي واحد من اللغة العربية معدنا لنشده من هاي، بلرغم أن الجامعة العربية قررت يعني استعمال اللغة فضلاً استعمالها التاريخ أخيراً نختتم بقوله تعالى الذي فتحنا به هذه الجلسة المباردة يا أيها الناس إنا خلقناكم وإنا كرموا أنتا وجعلناكم شعور وقبائل لتعارفوا وإنا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليهم وكبير نجي هنا نشوف قسمين للتعارفوا إن أكرمكم عند الله يعني هنا هناك تقييم إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني مو فقط تعارف يعني لابد هناك وللتقوى صور ووجوه متنوعة الله على صفحة صفحتين من التقوى التفسير يعني أو التعريف والتقوى صور ووجوه متنوعة منها الوصول إلى درجة الكمان في الدنيا والآخرة وهي الجائزة التي يمنحها رب العالم من الحوار والمحاور المتبيز ناهيك عن القوائب والمنافع التي يجريها في حياته هذا بالنسبة لأيمن المحاورين إن قواعدهم بادئ الحوار الذي دعا إلي العلامة السيد حسين سباين الصدر وتبناها وأنشأ المراكز العديدة لملورة آفاق هذه الكلمة قد أنتجت 272 مؤسسة إنسانية إنسانية وأنظر المؤسسة إنسانية أي عمل هذا أي منتوج لهذا الحوار هل هذا المعلوم كل المصاب المحوار؟ لا كل جزئية من هذا الحوار في بناء هذه المؤسسات والعمار كما كنت ترس في هذا الكتاب وكما عرضها على شاشة تلفزيون العراق الحرق بالعدة أيام قد يوم العرضة وضعها فهلموا للتطورة أيها السابق وأعطوا ما فيه حق لفكركم الذخيرة فهلموا للتطورة لها حتى من بعد وكذلك مع نظرة الشاشة لقبرة مجهة متقورة والحديثة التي هي قريبة منكم من أجل نشر ثقافة البنية والإحسان وراحنا نسحنا لديكم ومرحباً وشكراً شكراً 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 الآن أنا أدعوكم على إطلاع على بغض نشاطات ممارة الشافي الله أعطي يوم السيد شكي اليوم سواء هذه الفيديو الكحيف شكراً 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 سنوات خمس سنوات حاولنا مشتغل من جمعتي عن جمعية للجمعيات العراقية لكن للأسف أنه مقدر من واحد كل واحد عند عقل وكل واحد لا فكاذا كل واحد كذا اضطريتنا الآن أرجع إلى عملي الأصلي اللي كان عندنا فروح في عشرات وكل العراق بعدين فصلت من نقوتي سواء شركة رافت وأيضاً فروح وبعدين التجربة البريطانية الغنية في المحلات 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 هذه واضطرينا أنه إحنا نسألوا مراكزنا أول مرة مراكز من الرشاد والرعاية مراكز الرشاد والرعاية من المواظنين على غرار ستزن فبدأنا الآن كنتنا نحتاج بأشد الحاجة في سبيل أن نمشي الأمور من كلها نمشي عملنا ضرامجنا قصدي الخيرية ولا بدنا من نفتح محلات والآن صار الأساس أنه نحن نفتح محلات السرع وحديها فهذه هي محلات الشاكل الخيرية اللي يقل منها قد يفضع على هذا المشروع هذا المشروع هو رح يكون نولر في عملنا في المستقبل حتى اللي يتبرع هناك قسوة العائلة مثلا 30 أول 1050 أول دينار قسوة موسمية للأسر الواحدة فهذه بها فائدين فائدة إكساء الفقراء وفائدة تشغيل تشغيل بيوت الانتاج تشغيل النساء المحتاجات للعمل هذه هي برنامج منتجات ماكنة الخياطة اللي اتكلمت عنها مع أهمية ماكنة الخياطة وشون نتفتح الأبوار بعد الرزق للآخرين فإذن نحن نقطب الآن هذه هذه المشاهدة فإنال شابه يسمي بميز نبدأ من المشروع هاليام هاليام تفتح من المشروع نعم هاليام 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 يعني التطوق أهم لأنه كل واحد ممكن الساعة المنتاجية ما لاتتسوى ثلاثمائة طاول مثل ما نرى نفسهم الخبراء الاقتصادية وهذه يعني الساعات المنتاجية هي الثروة ونما تبروه هنا نقطع ثالث اقتصادي مو على التبرعات الفلوس على الساعات المنتاجية التطوعية لأن هذه كلها تثمن قيمتها وأنا إن شاء الله المدوة الأخرى فقط عن التطوع يعني ها فاق التطوع هو التطوع للإنسان وهذه مستقلة المدوة الأخرى وخاصة تعقل المدوة الشعي وفاقة إعجاب المدوة 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 الإعجاب المدوة إطلاع الي مدوة فانتسوى نقدم معاملات جماعية يعني غذائية أو اكسام مشروعين هذا مشروعين اخبار يعني بالآلاف رمضان وصلنا ألف سنة غذائية إلى الفقراء القسم لقد نصل على بناطقهم وقسهم ميتهم فعجسة احنا مردا بانو حدين يعني لسنة الماضية انتفقنا ويا بقالين ويا أطارين ومراسي يعني هذا بلاسوا انتفقنا وياهم حول يعني منفذون بطاقت هاي بطاقت هذي بطاقت هذي بصفة المنظر في الصين هالي عشر بطاقة كل بطاقة خمسة أوافية من خمسة ألف منطيها للأسرة تروح تشتري بحريتها من البقار والمعطار أو تأخذ الملابس من المحلات الشاكرية الخيرية اللي هي منها المشكلة ما شو دير ما لكم تلحفظا لك خافلة رجلك تفلت فيه صحبا أنا لغا ربما حفظا نطلطيني والله حسنًا حسنًا سبونساري بجلد هذي اللي تكفل الأطفال يعني كفالة الأطفال هو جناحي جناحي البنك الخيري اللي هو هذي التعليم السلطة لا تقوية عندنا المراقبة دورة تعليمية تقبيلية صحية تقبيلية هذي سوا الهاتفة سوانة نحسنًا هذي هذي المشاريعين اللي كنعنيها اللي كنعنيها اللي كنعنيها سلامة اشتركوا في القناة 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 مثل هذه مثل هذه مثل هذه بطاقة تكون عندها بس يدخل رقما خلص كل المعلومات من جودة يقدر نكرر نفعت مرت زين نقص مثل التواصل مع المؤسس كل كل هذا 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 خاص مشاريع هذا وواضح هذا نحن هذا مشاريع ومسوط المحلات المحلات الشكل الخيري مع المحلات هذا الصغير يعني التنور هذه ودخل الهنة 400 قربة ومستخدمها في الأسنة ومع المهمة نحن نشغل الجدران والشعوب ومع المحلات تبيع من توجه لأنها تطيعهم مكينة تطيعهم تكنولوجيا وتطيعهم مواد بوشي حيث ما لم يتم بطاعة أو محلو بطاعة فدخل لنا إنشارت الشوف إنشارت الشوف هو يسمى منتوج البيت العراق ويشغل العواعد كلها حوالي المنزل هذا حوالي المنزل أنا أحاول أن أساعدك إن شاء شكرا هذا كشك كشك بس شفنا إنه مشروع الأكشاك موافقة من البلدية ونمني أكشاك ويشغل بها الفقراء وننفع المناطة ولكن بالنسبة للغاية ما ممكن نخلي أكشاك لو نعطي الكسر الآن تلاته وتعادل ونبدأ بالمحلات ومشروع الأكشاك نخليه ما بعدين وعلى إلا نظامها ورقابته وإلا تكنولوجيته الأكشاك يعني أن الشاكت تنشف في كمية أنحاء المناطة والذات الجيدة فيما وجودة في فرنسا فرنسا كثير الأكشاك إلها المنطة كانتها في شوارع ومشروع الشيزة ومشروع وعلى تلات الشوف هارجنا الكراسة ومشروع 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 الثالث للمهاجرين عن وزارة الهجرة والمهاجرين والمؤتمر موعدة من 4 إلى 6 أكتوبر 2013 فأي واحد عنده رغبة وإمكانية المشاركة في هذا المؤتمر ممكن أن يم لهذه الاستمارة ويتصل بهدف المشاركة في هذا المؤتمر المتعلق بالهجرة والمهجرين المتأخذ هذه الاستمارة بها كل المعلومات والاستمارة موجودة هناك على الطائفة المحاضرة ما اليوم 25 الأربعاء القادم عنوانها رموز الصوفية في الشعر الفانسي هذه المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية ثقافة الطائفية بين الشكل والمضمون يعني الطائفة ليست مقتصرة على العراق فقط وإنما هي موجودة في بلدان وأماكن عربية وإسلامية أخرى هذه المحاضرة الثانية يعني إعلانها للمشبوع القادم الآن استمحتم إلى هذه المحاضرة المهنية كما ذكرنا وجاء التركيز فيها على المجلات المهنية الثلاثة التي لم نعتد عليها وإذا كانت بعض المجلات موجودة في العالم الأوروطي مثل الإذاء واللداء وما إلى ذلك فإن هذه المجلات حقيقة ربما لا تلفد انتباه المختصين ولكنها مهمة جدا ودليل أن فيها أبحاث رصينة وتثير المتعة حقيقة إضافة إلى الفائدة نرجو أن نركز على هذه الأشياء التي تبدو غريبة ونافعة ومفيدة ونفتح بار الأسئلة الآن دكتور فضل أستاذ الشاكري حقيقة أنت من العبول الخلاقة والتي تضع النظرية موقع التنبيط من النوادق حقيقة ثاني يشوف الشيء هنا وبعدين يفعلها لا مجلة وحدة ولا اثنية ولا ثلاثة ولا حتى بلغات أخرى اهتمامك بالتفاعل والحواء ما بين الثقافات والآية اللي جبتها حقيقة له كانت في الصميم يعني لا يا مالك اللي تعارفوا صار عليها كلام جدنا كثير يعني الهدف من الخل تعارف الحضارات وليس السيداء من الحضارات كما تليه نحن فالطلب يعني فالطبع لدينا ثلاثة ثلاثة يعني تعامل الطبيب مع المريض والنوع من أنواع التحاول هذا يخضع إلى ثلاث قواعد ذهبية بين الطبيب أول قواعد الذهبية أولا هي بشتى أنواع الكميليكيشن التواصل بكلاماً كتابةً رسائل بالإنترنت هذا أول واحد الشيء الثاني الأبريزل يعني أنت بعد ما شوف المريض الشخص تسمع وسوى الفيزيكال إيجاميليشن وسوى الانبسيكيشن تصل إلى دياغنوزز والدياغنوزز فعلة في قضية معالجة إما طبية وإما جراحية وهما فيزيوتيراكية في كل هذا يعني هو عبارة عن أبريزل القاعدة الذهبية الثالثة هي الفولو أب يعني أولا الكميليكيشن اثنين أبريزل ثلاثة فولو أب وسبحان الله يعني مو بس يبدو أنه حتى في المجال الصناعي اللي حضرت به يعني كان مجال يعني رائع ونحن أضع بعض النقاط اللطيفة جداً في هذا المجال يعني 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 بطقي التحاول أيضاً العلم رحم بين أهله كما قيل العلم رحم بين أهله بمعنى يعني قول الإمام علي بن المطال جداً رائع في هذا المجال كن ابن من شئت وابتسب أدبه يرونيك محمود روعاً النسا دي إن الفتاة من يقولها أنا بها ليس الفتاة من يقولك أنا أبي فليست هي يعني رحم القرابة والدم وإنما رحم العلم العلم والبزبز التقالي يعني هذا كل نوع من واحد تحاولة الاستفادة العامة يعني أعظم كنوز الإنسان يتلك الخبرات والخبرات عندما الإنسان يكبر قد لا يستفاد منها فلابد من الشرق طبعاً إحنا بقبلة ما نقص الشي عندنا نقول فبليش أو كريش فبليش أو كريش انشر أو مت يعني افنا افنا نعم يعني فالشي حكت في القطاع الخاصة ما في سؤال يعني بس مدافلة يعني بس عم بيتي الضفات جداً جداً نعم نعم دكتور نوري تفضل كنكم راح نمر عليكم إن شاء الله فقط دكتور نعم أولاً شك الجزيل للأستاذ الشاكني على المحاضرة وهالتجنب الغنية الحياة فيها الواقع أولاً يشكى الرجل لحبة للعلم والمعرفة يعني فالتشويه بكل زاوية بصصناعة بالاقتصاد يذهب وراءها ويعني مومن دون أي تعليم شهادة رسمية حتى كما قال بابتدائية لأن وصل القمة في مسألة العلم والمعرفة هذا الشكل الأول الشكل الثاني كل هالجهد هذا الرجل أنا على معرفة شخصية هو ينفق من مالاً خاص مربع حد يسند أو يدفعها المسألة الثالثة في غن المشاريع الإنسانية الكبيرة أنا أعتقد بالنسبة للعراق لو يكون هناك مأهد تدريب نعم لمسألة ثقافة التطوع والشاريتي يعني أعتقد بكلمتي بمجموعة شباب وتعلمهم هبطني كالصور ديها خدمة كبيرة وآخر سؤال حضرتك في بداية كلامك قلت أنه كنت تتحاور مع الشركات والشركات هذا عمل بيزنس هل هي حوار كان ولا مفاوضات؟ يعني فيها عقل، فيها قبضة، فيها خسارة، فيها هذه المسألة والشركات سأتفضل الجاوب على سؤال التحقيقها هي حوارات لأنني مقدعة كلمة الحوار يعني عندي جديدة مالما استعرضت لهاتي الآن ومناقشاتي فهي كل حوار حتى كانت عملي مفاوضات هي حوار لأنه غالباً المفاوضات تنتهي بربع ساعة مصراحة لقد صرت إلى هذه الجاوب لكن بدأت عقلاء غدا في عقلاء عشاء تستمع مع مجموعة من الجهة اللي قابلت بالتفاوض فالشو دائماً يأخذت الحلام إلى مواضيع عامة الشخصية ووطنية مرة في إيطاليا راحت معمل صغير كله يعني القوارب خاصة من القعوب الأحبية وكذا وكذا ما صغير كلش وهو مرجل مصير طالب كان أقعد نظوف بالعراق يعني دامياً فهذا كل ساعة ويجيبني على هذا على السياسة هذا اللي دعت فيه على الشهر بحتين قلت له أنا أتكلم معاك عالشغلة تجيني عالسياسة شنو؟ تنسل شون؟ السياسة تخرق العداء العمل يخرق الأصدقاء بيزنس اسمي فرنز بيزنس 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 فأنا ما مستعدة أن أقشك من القضايا السياسية وأنا جايدة أسويك فرنشب أقاديك بدون سبب فهذا هو حوار نعم كل حركة من حركات الإنسان هي حوارية في ممونة في قلبة في هوحة أما التسميع الأخرى هذه جوهة الموضوع نعم طيب الدكتور عبدالله وبعدين أستاذ القشتيني أستاذ الشاكراني أشكرك جداً بجردك في زمن غربي ودع الكثيرون من الأمين أنهم يمكن يكون شهادة وهم ليس لهم قدرة حتى على التعبير عن دواتي وأنت وقفت في الجنة الثانية وقلت أنا لا في حادتي بسم الله الرحمن الرحيم ولا بسم من هذه الأشياء العقاد كان اسمه العملاح وعنده ابتدائية لكن عندما كان يراسل الماء زيادة زيادة كان غزله يفوق حتى الغزانين الآخر بالمناسبة يشبهك شكلاً يبدولي ومحتمل فأنت الدكتورة عندك وردي واليسم على الذين يقدر أشكراً جداً قبل أن تطلق الحديث صدرت للسؤال فأنا منزم مرد هل أن لغة الحوار حضرتك عندك من الأمق في اللغات الألمانية والإنجليزية والغاية بها بحيث تتخاور مع هذا الناس بالنسبة بحيث 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 تتخاور بحيث حتى الفرسية على أنت في أوروبا يعني كانت فقائل إغانيين وأتكلم اللغة الفرسية إغان بالإضافة إلى فلاقيت أنا أتكلم اللغة الفرسية والإيطالية لكثة ترددي وكثة حلاقاتي مع مختلف طبقات الصناعيين يعني لأن من بداية من 55 أجي إلى الأوروبا ومن المنية مع الصناعة يعني كنت أتعلم بهم كل مرشة صغار صغار البدايين يعني ميجانيكين وكذا أصبحوا معامل عملاقة في فالسؤال هل كنت أتحاور معهم بالبغاة في بداية لما كنت في أرمانيا وفي هذا أتكلم مثلاً باللغة الإنجليزية كانت عندي يعني أفعر اللغة مع هذا أنه كنت أتكلم في كل أوروبا الإنجليزية لما جاءت البرطانية ما أعرف الإنجليزية عشان أنه اللحجتهم غير شكل شوء يعني يعني ما أعرف كنت كل ما أتكلم الإنجليزي ومتاز طليق عشان ما أعرف كل شيء فإذا داخل وقت ما تشاهد أكو يعني أجار المواربة وكذا خلال العمل ما أتكلم بيزي يا اللغة القوية بالليل يعزموني على عشاء أو على غدا أو كذا فأتكلم بلغتهم بلتصرون هذي ذلك كلها تتعلم بلتصرون إنه بدلت تحتي بلغتنا وتعرف لغتنا قلت لهم أنا ما ربك أكون ضعيف أمانكم بشتفاه بلتصرون بلتصرون قلت تكونوا ضعيفين أمان بالتباط لغويا فهذه فكان أسلوبين الاجتماعي هو اللغة اللي أستفادنا بعيدا ومرة إجاني واحد مجليزي في العراق وإجر وإجر إجتماعي المواد كذلك قلت لك قلت لك عشر سنة قلت لك عربي قلت لك عشر سنة ومتعرف عربي قلت لك نعم باللغة الاحتكاك ولكن اللغة الألمانية ترست معينة والغريب أنه لم ترست لعزة الشهادة بالصراحة اللغة الإنجليزية قد مواصر المواصر القريب الامتحان هذا أرجع ستبتاني بجدة راح من خارج وارجع للعراق دورات ما كنت أعطي أهمية للشهادة بقدر ما كانت احتمالي باللغة لأنه اللغة الألم محتاج للشهادة أنا عملي ومتوفق حدوى الحوار الاقتصادي انتقلت إلى الحوار مع الآخر يعني أنت كنت سلس في حوارك مع هذا اللي يعمل القعوب مع الأحذية المثالية وأراد أن يثيرك سياسيا الآن في حوارك مع عبدالله المختلف مع الدين بومية مع الأسف مذهبا هل انتقلت هذه السلاسة الاقتصادية إلى الممتوفق ولينا لديت عملي يعني شغل الأعمال اللي اختارتها اللي اختارت اللغة المجلات المهنية اللي هي الكل مستفادة العامة وعلى مستوى عالمي دوني المجلة السياحة الإسلامية أيضاً هي مجلة المبيهة لا تطرف ولا طائفية ولا أعضاء عمل هو هو تواصلة عمل لطاق تجي لل أعمال البر والإحسان هاي أعمال البر والإحسان إنسانية ما لهوية تتصلشون بأشكا من الأشكال في اختياري صدفةً اختياري ليه المواضع اللي اتبنى التبني كامل وهو اختيار عام خالي من أحد ومعملي كان غني بكل الطواف نعم كل الطواف كانت يشتغل عندي وحتى وصل إلى درجة ثقة بي الماردد مع النسيان فأختار من الموضوع هذا أكثر ما يرعبني إنه الغرور إنه لا أخضر يقام يكون بقتب بقتب أحدنا أنا ما بخوت يعني العرب والحالة من جميع الأشياء حين شي بضحك ديوم جاءت اسألت واحدة جاءت أفتقرة تكتيبه لله يقولك شبير وماشد يشتغل بالمعنى يقولي بس أعرف مجليزية أرقام مجليزية عجيب تعرف أرقام مجليزية تعرف أرقام مجليزية شلون مين تعلمتها كان من جعب القندرة من هذا أرقام فأنا أعملت مع الناس ورفقتهم أستأخر واحد خابرني دريد الشحي البرلم شلون العراقي يقولي تذكر أفلام واحد أنا شارك شاك صغير الشكل أشتغلوه أفلام عدد لي كل رؤساء الشق الأخصام وياي وكان أشتغلوه أهم شارك صغير الآن هو في بريطانيا وماشاء الله واصل وكذا بشلي ويريد يرشح للمرلمان ويريد أيضا يقدم خدماته للمبرة للمبرة فالحمد لله شكر هناك رصيد يعني كبير يبدل على ذلك أنه أنا مو متفخر من زوية مبرد الشاكري ولا من الأول يوم بعد ما حتى هناك رابط مبارد العراقية أضررنا أغير اسمها مبرد الشاكري لأنه يعني اسمي شاكري لحد ما فأضحب هذا الاسم أسلم هذا الاسم بيد الناس الآخرين ما عرفش هستطرفون بي هستطرفون يعني فهدفي هو هدفي فعلا أن أغسل أقصى ما ممكن من عندي من طاقة ومن قدرة ومن فكر ومن عقل إلى الآخر حتستخدم يعني أنا اكتفيتها الحمد لله يشكر الله كل شيء ما عندي حاجة إلى أي شيء ولا وبتاريخ حياتي ما اعتمد على واسطهم أو على هذا يعني أقعد ويا حتى بعد الرشيد يستحاد الصماعات أو الشخصيات أو حتى ويا منطهد جزراوي رئيس الناس السماعات والجنر هو رزيز الصناعة وكذا يسوي مؤتمرات وأنشير عضو بانتحاد السماعات العراق أنا بأدوية السوشل يعني متغني عنه ما أفد يوم نلاحظ ماشيين فلان شغلة أفدان ذائرة لأن الله الثاني من يعلم المنحرفة أنا أقدر كيف نفسي يعني بأسفو الظروف كنت أشغل مع عاملة وأجل مقاين وأجل مقاين فالحمد الله وشكري يعني فسيرة حياة جيدة والآن رحت من برلمان البلداني ومجتمعات المنطبات المجتمع المدني بس أقدم لهم أفكاتك لأخر والأقل يعني عشرات من هذه أقواني رقم عائلت أخويا عندما أمار كبيرا بالمناسبة للثقافي للجساء الشاكري وبنك يتلفقت بالإعراق وكل هذا الجيل المثقف اللي تخرج من النجل كله هو يعني أخوي حتى سين جنوية أخوي يعني أحد نسموه يعني على كل حرفة أرجو أنه يعني أروح زايد عن نفسي لا يخوف لا بس إيه بعدين رجالة الدكتور عندك تكمل له أستاذ القشطين بس سلطان عبدالصاح نعم أنت ما تكلمت عن كل مهنك وأشغالك المتنوع اللي خذت فيها لحياتك لكن شي واحد ما ذكرت أن الفكاهة والظرف أيضا من من اختصاصاتك هكذا 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 الفكاهة هكذا هكذا كما تفضلت أنا كنت من كتاب الكتاب المداومين لمجلة الحداء نعم فالناس يوصفوني بأني كاتب متنوع حزب الحبيع فأنا يوصفوني كاتب متنوع أكتب بالفن وبالأدب وبالسياسة فالهدي لكن ما أحد من عدهم عارب أني أيضا كنت أكتب عن القنادر ويضط على الكاتب المستقبل من تقدمني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نقول الأستاذ الخنداتشين كبير بس في ذاك الزمن رأت أشكه لأحد الأصدقاء أنا كنت أكتب عن تشارلس ديكينز وعن فيكاسو والفن والأدب في الأيام أصبح صفيت أكتب عن القنادر قال قال غالد ولا يمك ماكسيم قولكي بدأ حياته صانع قندرج يا صار هكتب الكبير يا أمامك قلت له أمامك ماكسيم قولكي بدأ حياته صانع قندرج طبعا انتقلت إلى ميادين السياسة والكتابة مثل ما تعرفون الآن عن قمت عماء العرب كنت أحنى الأيام من طلاثر يا ريت ما عني أكتب عن القنادر ولا أكتب عن قمت عماء العرب ترجمة نفس القنادر قندرة بس دي العراق يقوم القندرة بالمقرب يسموها قندرة يعني ملابس جميلة يسمونها قندرة ما حكيمتيني شنو قندرة من واحد الذي شوي قلم قيمتي اقول له انتك انا كلها وقف على القندرة نزع قندرة في قرصة الاستاذ الشريفي اتفضل يا ابا انا عندي فترة نعم وهي حقيقة انك مرايبة عن نواي من اصحاب الاعمال فهي بيزنز ما هي انه الموبيلات القديمة بتاخدها وبتدفع فترة ثمان قليل وتاخد موبايل جديد اكو مركات احدي يعني مشوه او غالي من جبه ثلاثة وغالي فما اجت على بارك او بما انه عندك هذه المجلة تقع انه بحثيث انهم في الحداء سيري النامبر يعني في القطع الحديث وهذا الحداء ممكن ان تستبدل بتدفع فثلاث نص المبلغ مالك احسن احسن فما عدي هذي يعني تفكة بزنز والله هي زينة بس اما على الاسم جتي بتاخر شوي يعني معاني كلي اصدات ونعب وحن بشوه من يعني على المجلة تروح لا هي خفصة باع المجلة انا انا وضع اقفت يعني لا لا احسن 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 بس قدامك الدكتور وننجيك عن الدكتور فيارت فضل اولا شكر الاستاذ عند الصاحب انا ما اقدم باقي طولي بس بعناوين عديدة كنت اتمنى لو ايجي كان التركيز وخاصة يهمني ان اتقل بالأخوة الصناعيين بالعلاقة بالدارة الرئيسية سؤالي بالاستاذ هل يشعرنهم مع التوجهات الجديدة للأقصاد العراقي ونالك بيئة صالحة للصناعة في العراق هذا السؤال اقتصادي طبعا الدكتور نعم لانه اذا انا من جانب يعني اللي شوف انت من خلال ما قدمت الان عناوين عديدة صحيح يعني تجربة شخصية وبنفس وقت غني بس بنفس الوقت الوقت الحاضر التوجهات الاقتصادية في العراق وما مطروح الان حول هذه التوجهات هل يشعر الاستاذ انه هناك امكانية اللي بيئة صناعية في العراق وخلال حاضر معاني توجه طبعا هذا الموضوع وازح هناك صناعات استهلاكية وصناعات هناك هناك الحقيقة كثير من نوع الصناعات اي توجه صناعي لراجة البيئة وراجة الهابي الصناعات الاستهلاكية اللي بيئة في عهدنا كان في زماننا من احذية غزة المسيج حرايا فغيرها الاخر هذي انتهت ليه ايش لانه هذي كلها الغزو الاسيوي والدول الاخرى باعتبار انه العراق غني بس هناك صناعات واعدة كثيرة مثلا اروبة تعتقد عليها كثيرا هاي تكنولوجي بالزات بالمترو كيميويات لان العراق حسب الاحصائيات اخر برميل يصدر من النفط من الارض ومن العراق العراق طايف على النفط واني هذا السبقاء الدول المجاورة يعني حسداً وغيرتهم وخوفاً من العراق لانه اثثروا المتحونة تحت هذه وهي العقول الموجودة تتحارب فاذا كان توجه لما يجي تفاخر اي واحد لان ماردت باسماء يعني انه احنا نصدر عنك النفط نصدر حلقة النفط واني ارطل انا انطهر الحرام هذا النفط يصدر ليش ان النفط هو مادة اولية وليس وقود هناك بديل الوقود كثيراً ولكن هذا مادة اولية تستقنمنه عشرات اتبع لك مثال شركة باير ليبركوزن اول دورة اخرت ثلاثة تشفره نصد مع زعماء الصناعة والعلمات في باير اعشت في ليبركوزن قلب باير من الشخصيات الدولية تغذيهم وكلاشي فاني هناك كان دعوني اول ما راحت تقريباً في غابة الغابة كلها بانكواخ صغار كل البروفيسور ينحق التقاعد يصير وقت التقاعدة ينضو هذا الركوخ مع السكرتيرا مع الاجهزة حتى يواصل يعني بحوثه واختراعاته وكذا فماندة البولوليزين هي زي من المادة واحدة لا يش سموه فطلع لما كانت استعمل هي نوع اللواسط معين واحد ف الاستاذ اللي اختراحها ورات الميلر اللي اخذ من عندها اجازة اللي واصل المادة طلع منها حوالي سبعمية مانمية مادة زي شون كل انواحة يعني البولوليزين الصليم السفنجات مع الفراش يعني سيارات كلها من المادة ضعك من البولوليزين من البولوليزين هادي فتجيين يعني وقام بسروم متمر سنوي لهذه المادة وتطوراتها وعادة فنعم ممكن معينة هاي واكترا التصدير لان سوق العراق ما يستوع اما القضايا هذه ما رح يسير لانه لا من عولة بالتجارة العالمية والشيء وانا من اشتغل اطلب احتكار للاحبية الاستيراد او كده والشيء المواد بالذات مواد الاحبية ما تجد ان تحتكارها ليش لانه هذي يعني ما رد اطلب الاخرين بان تنجير غادية واستغلنا 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 اي صناعي عندما احبار صغيرة يحاول يطلب حماية لهذا المنتوج انا نضغى بلانه يعني همي المستهلك تقصر ما همي استاذ عزيزنا يعني بس تعقيد بصير يعني بس تقول انه انت فضل ربعة رأس لكل امر يعني بمعنى الكلمة وانا اعتبر العلاق اذا بهل جهود هاي المباركة اللي تشتر عليه السنت ان الشاكري هاي مباركة يعني هي هذي احلم حاجة انا كثيرا هذا اللي يعقماني هذا املي كناني مديدة بكرة شيء ساعد حتى هذي منهض بها هذي لانه هذي هذي ما يعني اعمل امه كاملة مو مالفرد هذي مو مسوع فردي هذا نعم يا شكو سانتا لي انا نرجح مرة اخرى سؤال للدكتور و سؤال للدكتور و سؤال للدكتور شيري في اي ايه بس باختصار اي اعمل فضلا اعمل حذاء كنت اشتغل معا في المستشفى فكانت معنا ممرضة على وشخ التقاعد فقالت لتشوتي ملابسة مش كلها مهنلة بس قندرة ما تشكلش يعني غالية تشدوا أنا مؤمن أنه الملابس هالي لا شيء يعني لا إزد لا بيمة لكن ثقل الإنسان و يعني سلامته فيه إذاء إذاء جدا غالي نصف يعني الماغية الشهرية مالتهم وما ماتم بالملابس هذه كانت لي سؤالية السؤال على نتكلمونهم عن النمور الأربعة والتنين أنها المتلسطين هي التي يفضر الخياس ومخياة أجانا نعم الخياس وصحا قلت أنت يعني شو وسع الممارات نعم مريد أسأل لهم في قرية الحذاء نمرات 45 43 ماذا يقصد بي يعني هذا اللي أنت الرقم يعني هي الرقم نعم هو تقريب الهيسي اي نعم تسعة وعشرة وزاع سنتيمتر والشمسة واربعين سنتيمتر سنتيمتر مو حبة الخبعين نعم والله أنا معت هذه بالاسبعين حقي قماندر حل الله موصلت له ثلاثة نعية حل طبيعا حل طبيعا قلت الصين تنين النائم يسمو تنين النائم ونمور الأبعا هي صغافورة وهو اليابان وهو كوريا الجنوبية أصور بعض وماليسيا أصور بس التنين يسمو تنين نائم الصين قلت لي أن الصين هي اللي رزلت العالم بالباشة فعلا الاقتصادية الآن ومستطيع أن ترجع ترجع الكونكرس الأمريكي من ترجع الأوروبا وكل هذا سنكت ماكنا مالحسد ماكنا نفسها منتوجه منتوجه الماكنا ما تنتجهه الماكنا نعم 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 منتوجه ماكن الخيارn مشكل فتام شريفي بولي أثنين بولي أثنين هو حقيقة الاسم العلمي لها ومكوناتها لا تحب يعني بولي 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 أثنين بولي أثنين بولي أثنين بولي أثنين نعم شكرا جزيلا حقيقة حتى يعني أنا جيت بولي أثنين حالة صحية وكذا وولي أثنين بولي أثنين جيت إلى مونتي أديسون في إيطاليا كما نجتمع إلينا قال جيت بوقتك بقدير التصدير ما خير إن شاء الله؟ قال إحنا المجلس الإدارة مونتي أديسون اللي هي في الـ LCI قرروا أن عينه ممكن أن تشخصهم حتى باير عينة ممكن أن تشخصهم يعني أنا أقول بالإعراق أسأل المؤسسات وشركة تنزم كميويات ومعامل أخذنا وماذا تعبان أصدق محامل وفي وضع الله وبالحقيقة ما حاولت أن أعلم أشوف أن أضفلها مثل كل من يصعب شوي أكثر ظلت عدودي من الرقب فأصد المرضو بالله اه اه قلت لهم الله انه يستعلم. كان انا اكلها القرار هو من بس شكل. يعني اصور حتى بداخل وقت اعني اطلونا عني انا اكون معنا. يلا شكتم جميعا. نشكر الاستاذ عبدالصاحي بشاكري على هذه المحاضرة القيمة. انا بريدنا ان التقيق في محاضراتك. اشتركوا في القناة.